بتوجيه من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح فضح الله ورعاه قامت دولة الكويت عبر الجمعية الكويتية للإغاثة بتقديم المساعدات الغذائية للنازحين في محافظة الحديدة وذلك ضمن حملة الكويت بجانبكم وضع إنساني صعب يعيشه نازح محافظة الحديدة لسيما نقص الغذاء والدواء بيد أن ما تقوم به دولة الكويت من دعم إنساني منقطع نظير يلقي بظلاله على تخفيف هذه الأعباء المثقلة على كاهل النازحين من الحديدة إلى محافظة عدن فقد قامت دولة الكويت وعبر الجمعية الكويتية العليا للإغاثة بتدشين توزيع 300 سلة غذائية في محافظة عدن والتي تأتي ضمن حملة الكويت بجانبكم بتزامن مع وصول وفد كويتيا من الجمعية الكويتية العليا للإغاثة والتي جاءت بتوجيها من حضرة صاحب السموة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائد العمل الإنسانية نحن جئنا اليوم في محافظة عدن بتقديم العون للنازحين من محافظة الحديدة نحن الحمد لله وزعنا لحد الآن ما يقارب 900 سلة غذائية ووزعنا 400 نقول وايت 100 و100 حالة سلة إيواء ما بين محافظة عدن وأبيان والأحجي دعم كويتج لليمانيجين في كل حين فما إن ينتهي مشروع إنسانيج في منطقة حتى يبدأ مشروع آخر ليؤصل بذلك عزيمة دولة الكويت في انتشال الوضع الإنساني في اليمن من حالته المتعبة إلى وضع أفضل بعد ما لحق بهم من معانات هذه المناطق التي تجمع فيها النازحين من الحديدة وهم يمس الحاجة فساكني في مناطق عشوائية من ضمن استكمال المرحلة الثانية من ضمن حملة الكويت بجانبكم اللي أمر فيها حضرة صاحب السمو أمير البلاد وتوجيهات من وزارة الخارجية الكويتية ما زلنا متواصلين مع الأخوان لتقديم يد العون لأخواننا اليمنيين وهذا واجب علينا كحكومة وشعب بقيادة صاحب السمو دور إنساني يتجدد في كل مرة تقوم فيها دولة الكويت بالتدخل العاجل لإنقاذ آلاف الأرواح في اليمن من شبح المجاعة وسوء التغذية التي بات يهدد الملايين من أبنائها تظل لدولة الكويت بصمات واضحة في القطاع الإنسانية والذي بدى جليلاً مع قيامها بتجهين توزيع أكثر من 300 سلة غذائية لنازحي محافظة الحديدة إلى محافظة عدن مروى النبيل لتلفزيون دولة الكويت عدن